اخبار ماما الحاجة يا حسن. ان شاء الله تكون بخير. على فكرة انا عندي ناس تقال كتيرة قوي في البلد. ممكن اكلم هم لك نتطمن عليها. تا ايه اللي جابك? جاء تطمن عليك. هو احنا مش نسايب ولا ايه? ولا عشان لوبنا. يلا 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 عشان نروح. لا 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 كده ازعل منك وهقرس عليك. معلش يا حسن. انت اللي اضطرت نعمل كده. انا حاولت معاك كتير على فكرة. بس انت ما جيتش معايا اطوع. وصدقني. لو انت اخترت بين نفسك وبين اي حد ربنا خلقه. هتختار نفسك. فاكر انت بتعمله دي هيعدي? ولا بيعديش. اموت واقف احسن ما اموت راكع صحبي. تا كده ميت. ومالو. نموت سوا. على الاقل نسلي بعض في الطريق. عارف حسن اكتر حاجة حبيتها انا بدرس تاريخي. مسبحة القلعة. باعد عنك. بظل البعض. هدو. البعض بقول لك. باعد عنك. باعد عنك. باعد عنك. باعد عنك. حادر ايه ده فيه ايه سرعيني حادر فيه ايه ايه فيه ايه حادل رتال ايه حادل ورجالته خطفوا حساب مشونة ايه الحاجة يا وادو كلمني مراوان عبدالحاكي بفوق كلم بلك منه زي ما بقول لك لن من رتالة دلوك انا عايز اعرف خطفت حسن وديته فيه وجره له ايه 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 الكلام ده عيب عيب حسن هو احنا ممكن نعمل اي حاجة في حسن حسن ده جوز لبنة انا مش جلجان على حسن ابدا انا جلجان على العلاقة اللي بيني وبينها عادل باشا خايف لا حصل الله اخدش ولا حاجة اصل اللي حصل ديه معناه ان في حاجة مديجاة لا مراوان انا مش زعلانة مراوان وبعدين يا صديقي مفيش اي حاجة في الدنيا تقدر تخدش العلاقة اللي بيني وبينك خالص كل ما في الامر ان حسن كان وحشني وقل تعود معنا وقل وحدنا يعني اعتبر اللي حسن ده استضافة مش اكتر والله هعندك حاج وفي الاول في الاخر نسيبك واللي ياري مهانم بالزبط كده بس باقولك يما تسيبك من قصة حسن دي وخلينا نتكلم في المهم اللي هو ايه الشغل بلو بلو فيه شوية حاجات امرانة عايزة تعديل زي ايه انا عارف ان انت عندك مشاكل وبلاوم تلتلة فوق دماغك اليومين دول الله يكون فعونك وعارف ان الست الوالدة محبوسة هي او كريمة عادل ما تقلبش عليه المواجه بس ما تقلقش ان شاء الله حاجة بسيطة يعني تقبيدة مش اعدام اكيد وبعدين ما ترد؟ لا مفيش داعة ايه كنت عايز مني ايه هقولك كنت عايز منك ايه بص يا مروان طبعا اي حاجة في الدنيا دي كلها اي شغل اي علاقات اي حاجة بتحصل في الدنيا مبنية على توازن القوة صح؟ ايه وطبعا اذا القوة هي اللي مسيطرة في كل حاجة يعني انت قوي تقدر تختار اي حاجة في دنيتك انت قوي تقدر تقول لأي حاجة اه واي حاجة انت مش عايزها لأ هون دا ليه مبتاكلش الاكل مش عاجبك ولا الكلام انا عايز افهم دا الوكل ولا الكلام افتح عادل باشا قدامي ادخل الارض اتعرف يا عادل اكتر درس كنت بحبه في حسة التاريخ ايه؟ اصبحت الجلعة لا برافو برافو حسن بتتعلم بسرعة بجد مبسوط مني طول عمري باسأل نفسي يا طرى انا بعرف اختار الجلتي صح ولا باختارهم غلط بس الاسف طلعت وبلع تعال حسن ناكل لقمة مع بعض بقى انا برا اشتركوا في القناة واحد quin عليك تعال يا حسن قوة كل قوة دي حسن أنا كنت مستنيك عشان ناكله سوء بسم الله الرحمن الرحيم فضل حسن عمل يا حدي الباشا وحشتين يا حسن والله كنت لسه في صرتك قبل ما تدخل بي دقيقة مع مروان كنت بقوله ان انا عايز اعود اتكلم معاك على انفراد واللي حصل ده مجرد استضافة مش اكتر والله الحغاية ده بينكم ايه تتنين انا ما ايه تطلع بيها انا ليجي هنا عشان ناس ما حاجين حاجة اظن كده كفية كفية ايه لا بطلت لا طبعا اتفضل بس احنا غلطنا اه وانتو كمان غلطتو يعني كده خلصانة لا غلط عن غلط يفرج واللي ايه والدي مهدي وبعدها ايه خلصين داي اسمها يا ستة ريم انا ما بحبش حد يدوسلي على طرف وفيه جين قديم ديسه ما تسدد شاي والمسأل بيقول لي ايه ما اجدعش حد وراه ايه بطالب ايه والديه وحق محرم ماله محرم اللي انت عملته فيه ولا انت انسيت يا مروان عملتي ايه ده رفت حدله دلعاتي مش اجدهه بس انا وجفت في ظهره لما كان ام ده هو اراضي ده بايه بايساء هو بتنسيش كمان اللي عامله معايا انا وحسن لما كانش اجتل انا كنت جتلته انت عايز يا مروان انا مش عايز اي حاجة انا هذا اسمع عالي الباشا ومطالبه ايه انت كنت العادة يا مروان انا ما كنتش هو عالك قولت ليه انت كده بتشتمني انت واحدة كتير بعترضها على كل الناس وانت انشياش كنت فاكر ان انا وحسن لوج مطارية ممكن تمضغها والمطلوب ايه جيبت الورق على دولك ده انت عارف يا مروان ان انا عمري ما جيب ورق وانت عارف دك وايس جدا لا واضح فعلا انك لا خايف ولا جالكان اقسم بالله انت ما عند اللي انت بتعمله ده عايز تقلابها بني وبينك يا حسني هلا بينا بس بس براوان هنعمل كل اللي انت حاوزه بس كده كفية بجد عين العدل هو ده الكلام يا الله حسن هو جد هو جد هو جد هبقى جي يزورك في السجن اتشاء الله وهجيب لك عيش وحلاوة طهنية لا يا حبيبي العيش والحلاوة دي تجيبهم لقرايبك اللي في البلد مش ليا انا ايدي نضيفها ومعليهش غلطة واحدة هاتلي اي حد في القاعدة دي كلها يقول ان انا عليها غلطة واحدة انا صق سليم فيش عليها اي حد فلا والله حسن يلا